زون ميكست رجعنا من جديد في زون ميكست والتحق بين ضيفنا اليوم الحكام المساعد والكاتب العام للجمعية ونسية لحكام كفة القدمة مين أهلا بك؟ أهلا وسهلا أسلام مرحبا شنا حوالك شنين أمور؟ الحمد لله يا ربي لبس الحمد لله بيه خلنا نبدأوا من جديد أمين؟ البراح كنا شوفنا تصاور متاع التست متاع الفار في تونو شوفناك في الغرفة متاع الفار هحكينا شوية كيفاش كانت الإكسبرينس هكو حاضري اللي شو نجمو نعرف ومي؟ وضاي كما ذكرت البراح اللي زي مع تونسي لك القدم في صفحتها في الفيسبوك أنه البراح هو تقريب أكدة الفيفا مستقريب أكدة الفيفا أنه تونس زهزة لاستعمال تقنية الفار وإحنا زهزين لاستعمال تقنية الفار من حيث التقنيات ومن حيث الحضور بعد تلقي تدريبات على امتداد أسابيع أسابيع تلقينا تدريبات بداية من وسط زنفي للو ديزويت البرح كملنا عملنا الماتس اللي يعطي الأستاد رادس وبستصير دي ماتس أخرين بسيعطي الأستادات الأخرين لحقيقة كانت تزربة بيها تزربة بيها برصة تعلمنا فيها برصة حزيت على خطر أحنا نفسنا كحكام كي كنا نسمع على الفار ممكن كنا نتوقع حزا آآ حزا لقينا وقت الممارسة حزا أخرى حزا مختلفة مش معنى شنو كنت توقع واصع بس هل كيفاش؟ حزا أنو ممكن الناس اللي قاعدة آآ من بعيد تقول لك مدام فما الفار يعني حزا سهلة حزا ما هيس سهلة وحزا ما هيس صعيبة هي حزا آآ أنا نوصفها بالسهل المنتنع إذا كان آآ نتعاملوا معاها وناخذوها آآ بمرونة رانا آآ بس ننزحوا فيها ونتوقع لحقيقة بس ننزحوا في آآ تقنية الفار خطر عنا كل الإمكانيات البشرية آآ للنزاح آآ دونك تعلمنا برس حازيات برس حازيات اكتسفناهم حتى احنا كحكام لحقيقة وكنا ما نعرفوه يعني نسمعوا الفار وبرا لكن بكنس عنا معطيات آآ كاملة دونك اكتسفناها بالتدريب وتجربة مهمة ومهمة زدا وتنظاف وبس تعطي أكثر فأكثر يعني على الأقل راحة وثيقة للناس آآ في المباراة البرح كان أول تست كان في ماتش لكيب نسونا الأولمبيك مع الجينيور آآ أحكينا فألقيتوا الصعوبات آآ خاصة التكنيكمون ونجحة العملية و أسكر وين وقيتوا الصعوبات بالضبط وإلا كل شيء كان خمسة على خمسة مئة خمسة على خمسة مئة بالمئة من فمايس يعني أكيد لكن عمورا وبطريقة زملية نعتقد أنه البرح تعدى باهي الماتش تعدى هاي حتى الحالات اللي سوفناهم واللي اليوم موجودين حتى في الفيديو آآ في الصفحة الفيسبوك يعني آآ واضحين تعاملنا معاهم في غرفة الفور اللي آآ تعاملنا فيها دونك الحكام اللي كانوا في الفور روم آآ تعاملنا بإيزابية وأكيد مقابلة كما هيدي بس نتعلموا منها آآ للمقابلات الرسمية هاش متعلمي لح التجربة هيدي في تونس؟ بس تنجح التجربة هيدي بش تنجح قطعيا المعنى أي رغم كل الكلام اللي تقال على المنظومة التحكمية تو بعض نحكيوا فيها والما الداخلين فيها وكل شيء وش نوع حازا في تونس ما نشكين فيها بس كان منظومة وتحكيم وكلها كل حازا احنا نشكين فيها وكل حازا ما نحبوها استنزح خاطر ممكن عندي موسكل مع إسلام ولا عندي موسكل مع أمين ما لازم ناس ننزحوها وتضافر الزهود بس ما ننزحوه أما ما تضافرش بس ننزحو أنا نقول بصراحة يعني أنه بس ننزحو في الفور بس ننزحوه ومعنتها بس ننزحوه ومعنتها له سايق داخلين على النزاح مئة بالمئة هي الفار بستبدأ تزربتو السناء دونك مع المداء المتوسط والطويل بس ننزحو بالفار وراهين زادة توفر ظروف زماعية من قبل الناس الكل بس ننزحو إذا حازا ما نحبو ننزحوها بس ننزحوها وميز مربوطها كان بالزامعة ولا بالكورة حكيت قبليك على ملاعب الادس ملاعبنا تنجم حسما شفت خاصتان تاكيت كمو ملاعبنا وانت عفا كيد الملاعب كلها كيد زورتهم ملاعبنا تنجم تكون جاهزة معنا الاستقبال تقنية بالنواهرة أي نزم بسرق بسرق موسر كلما فما عدة ملاعب تنزم تستقبل يعني وهذا اللي أنا يريته على الأقل ولي لاحظته فمبارشا ملاعب روه بالحق اللي نزموا يستقبلوا تقنية المشكلة احنا انه كنراوا البنية التحتية متاعنا اللي هي يعني مهترأة ومهترأة زدا نقولوا كيفية هوين بس نزيوين بس نحطوا الكاميراويت وكل لأن نزموا نلقاوا الحلول باش نحطوا لي كاميرا وباش نحطوا الترساز على خطهم ما فما أمور تقنية مهيس مرتبتة بقرادام تاع ستين ألف ولا قرادام تاع خمس ألف مرتبتة فما أمور تنزم تتوفر ولم تتوفر جلستموا حتى الكاميرا معني هذا الملعبنا القادم نحطوا فيها الكاميرا نزموا باش نطلعوا الورجو ونطلعوا نزموا 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 موس بالضرورة بالقرادام نزموا حتى تيرانيت من فيهم زقرادام ونخلقوا لهم الآليات بس نعملوا فيها الفار يعني كنوفروا لها مثلا يعني أمور رأوها يعني نوفروا كل الإمكانيات للتقنية اللوزيستية خليني نقول نزموا مثلا فهم حازات بتاعها بني وكل ما نفهمت كنحطوا فيهم في الكاميرا ويت وكل ينزموا واحنا سادتنا فيهم الغرادام تبارك الله باي إن شاء الله نتمنى ولنجاح والتوفيق لبلادنا في التجربة هذي إن شاء الله على أقل تنقص الكلمات والمشاكل اللي تقالي كل على التحكيم وكل حد ياخو حقه في البطولة التونسية تحكيمين على الأقل باي حبينا نستفادوا منك أنت يا مين خاطرة كنت موجود البالح في في أول تجربة نقوله في بلادنا في الحكاية هذي دونك خانت قدمه شوية في الحوار أنت وينك يا مين اليوم ما فهمناش كنت مصاب رجعت عملت ماتش المستير ورجيش وينك اليوم تحكيمين تحكيمين أنا بحذيك موجود بعدت شوية خاطر الإصابة أوكي لكن ذهلي طويلت شوية المده خاطر الإصابة طويلة والإصابة أنا تعرضتها لنهار 22 سبتمبر وقته في التست فيفا تاعنا احنا دونك إصابة نوعا ما أخذتلي وقت معا فما أكيد تعاطي بسيكولوزي من خاطر ما كتعرف بس تبرى أسرع لازم تتوفر عندك بدنيا وبسيكولوزيا حاضر معا الإصابة كانت إصابة قوية دونك وخرت سوية في الرزوع وبقرار مني لأني بريد في الوقت وكنت نزم نبرى حتى قبله 31 ديسمبر بعد خيرتنا بس ناخو وقتي حبيت ناخو وقتي نفكر سوية نتلهي سوية بروحي أكثر بذاتي بخدمتي ننظر نعمل نظرة شاملة على خاطر المعلومات اللي اللي عملي معاش قولي صحيح واللي ما كنتش راضي برشة على طريقة التعامل معاك في الإصابة سمعت حتى نعاش انت صحيح لي كاني غالط خممت حتى بش تبط منيس راضي كل إنسان من زمس هو يرى بالقضاء والقدر أي متفقين إنسان كيكون طموح وتزيح هذا تكسر له زوانه أكيد مش بش يرى لكن بعد في الأخير نقوله دائماً وأبداً الحمد لله ولعله تسكر باب بس يتحلوا ببين خممت بش تبطل صحيح خممت بش نبطل كل لحظة ننخمم بش نبطل ما من التحكيم ما هويس راي مربوطة كان بالقايمة الدولية تيلا ليه مجاوب ننتي فهم شو نقصت في اللحظة ذي كنتعقبت لا لحظة من خروز لحظة أنهم خرزوني من القايمة نهار أنا في ليلتها خممت بش نخرز لا مستحيل كنت راضي عالديسيزيون منيس راضي ياكيد منيس راضي من نزم سنرضى يعني ونكذب عليك ونكذب على المستمعين ونكذب على الحكام ونكذب على الزامعة إذا نقول أنا كنت راضي منيس راضي كالحمد لله هو من المفروض يكون حاكم دولي تصاب ما يتمش تخريجه من القايمة خاصة أنه قاعد يتعين في البرودة ذيكة عملت ربع متشويت أفريقية ظهر لي حتى قاعد معاناها معتا بيين كانوا يشحين المقابلات لعملتم عملت حتى متشويت كبار مازنبي وسانداونز هكا عملت ما تشويت معاناها معاناها مهمة جدا مع يوسف سرايري كيف كيف نوما موقع تطلع تدريجيا معانا نفرحو كي يكونوا حكامنا من النوع غيره معانا مش نخرجوهم نوما ما البروسيديور كانت تصير يتم يبعثوا منها في متاعك الكاف للفيفا بل كونترل ايه انت كانوا كنا نستنعوا في إصابة من برك الله حاجة باش نخرجوهم من ليستة فهمت كانوا يستقصدك اسلام انتي يعني احنا اميحة على الفيسبوك وتبع حتى تدويناتي وحتى سياسيا حتى سياسيا وحتى مجتمعيا انا منيس من الناس اللي نمن بنظرية المؤامرة ونرفض نظرية المؤامرة تبدلتك لا متبدلش عمري اللي أمنت بنظرية المؤامرة بل اليستة كنت تمش عمري لا نمن بنظرية المؤامرة غلط ايه اللي قلول غلطوك ايه عمري لا نمن بنظرية المؤامرة عندي اختلافات ونختلف مع مسؤولين ونسعى لي تعبير عن راي من داخل الدار وهذا يعني ما واس مسكن ما ننس من الناس اللي نمن انه واسب تحفظ برسه وما لازم الناس نتكلمه وما تخلص في الميديا وما تتكلمس خاطر انا حتى خلوزي وانتي تعرف في الميديا لنسب الناس لنستم الناس لنصفح حساباتي مع الناس وهذا يظل ايه كل شي اهه استحيل اعطيني تدوينة واحدة انا مش نجيك ايه محظر لك انا وبدت ذات اعطيني تدوينة واحدة سبين سبين ما تهجمت اذا انا سبيت فيها انسان او استمت فيها انسان نوعدك وعد شرف نوعدك وعد شرف اني نخرز من هنا لا لا مزينا حشنا لا نخرز من هنا يعني من الحصة مصنخرز من هنا لا نزيد بس نكمل طبعا نخرز يعني نعتذر للناس ونخرز من التحكين واقل حالناشيخ ذي بلاستك يستحق؟ مدام حطوها أكيد له يستحق ما عنديس القدرة ولا أخلاقيا يستقيم الأمر أن ينقيم زميل مازال نصت وانا نصت اليوم إسلام متنزمس أنت تقيم زملائك وما ينصت معك على البلاتو على التوفي على الأقل قاعد يتعين أفريقيا معنى قاعد يخف؟ مازال عنده مسيك عنده 3 سهور والفاز هذي متاع التعيينات هي فاز دو بول في السيسي والسيال يعني مازال ما تخلص هو للمعمع يعني المقابلات خطر تبدل الريتم في الأفريق دونك اللي ماتس اللولانين البريليمينير ويطلعبوا في ديسمبر وفي نوفمبر وكل معنى بعد بش يخلص الله بعد بش يخلص الله بش يدخلوا مازال صغيروا عمره ستة وعشرين سنة المازال قداموا مازال كبير ياسروا ويتعلموا ويتيحوا ويطلعوا ويكيد يعني مدام قرروا اللي قرر بس يلحقوه بالقايمة الدولية يعرفوا أنه وائل الحنسي هو بوتانسيال كبير ياسر آآ التونس بس نزموا نخدموا عليه ونصروا حكم ينزم يشرفنا نصر الله ويكون في القايمة المونديالية في تدوينياتك اللي كنت تحكى عليهم تقريبا قاعد تستعمد في الفترة الأخيرة في هاشتاك سياسة أرض المحروقة ستقصد بها كورة ولا حتى تخير أنا حاسب ما فهمت كورة والله اسمعني فم مسكل كبير مع أمين برك الله يا إسلم فم مسكل مسكل أني أنا حكم كورت قدم يعني حكم كيقول حكم أقدم على الاربيتر في الاربيتراز وأيضا عندي أنصطة مدنية وأنصطة سياسية سياسية وأنصطة سياسية بالتالي الفيسبوك هو آلية اتصالية وآلية لتبليغ رسائل والمتلقم زيد هو اللي يفهم الرسالة ذيك الرسالة هذه قدمناها محترمناها مزادوا عافظوا فينا ما عادش تقدر احترام للناس ما قادرتنيش ما احترامتنيش تحكي كورة ولا ما كشكور نحكي كل شيء بس كل صراحة والله العظيم نحكي كل شيء ما دام كل شيء ما دام موجود الكورة شكون هم الناس الذومة اللي قدرتهم وما قدركش أستحي من ذكرهم احتراما للجمه ما مهم بتذكره نحشم أني نذكرهم البلاتون نعطيهم قيمة أكثر ما تذكرهمش نعطيهم قيمة أكثر وقدر وما ميستحقوا شيء ما شعطيني السباب مثل الأسباب واضحة ما قدرو ناس ما فيش في كل شيء ما احترموس سخص أمين برك الله ما قدروه سخص أمين برك الله نغم أنه اللي نازم يسمعني توا حتى الناس اللي تحلق للخطاب يقولك سبيه هذا يحكي أمين برك الله سكون مهو لكن تحب ولا تكره في كل قطاع فما قدر وفما احترام تحكي بأنزلت في المهموتة أمين أعطيني ما حبيت تسميلي أسماء قدركو كي سميلي على الأقل أسباب ما قدركو كيش فيش ما فيش فيش في كل شيء في كل شيء يعطيني حاجة من الأشياء هذة في التعامل مع أمين برك الله أمم في التعامل مثلا في تعينات وأن تقصد الخروج من الليست لا 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 ليست أخرزت ليفاندوس وطورس عام ذاكرة توس بني بيه تقصد في التعينات الليستة نعود نرزع لك الليستة أخرزت لها في سياق معين أمم السياق هذا أنا نعرفه وأتحفظ عن ذكرهي مش مش ناخد منك حد شيء معنا اليوم لا علي هنا نحكي هكتة تحفظ قاعد لا أتحفظ عن ذكرهي لأنه اللي خرزني يعرف عليس خرزني رئيس الإدارة يا أخوة اللي خرزشك ما عرفش اللي خرزني نعرفش اللي سكون خرزني نهار اللي نعرف سكون خرزني صدقني توسا أتحاول أيني متأكد أنك تعرف ما نعرفش كنزيت نعرف راني بش نقوله لك ما نهار اللي نعرف سكون اللي خرزني من القائمة الدولية وعليس خرزني بطريقة ديكة بس نتحاور معاه ونتحدث معه وإن أراني من الناس دعاة الخوار ونتكلم وظم اللي ما قدركش علاش في التعيينات تقصد ما هوشش تعني هيخو في ما تشويت تعرف أه إسلم خلي نفسره لالناس اللي قاعد التبع فينا وليلرأي العام يقولك التحكيم موش كان تعيينات وبرشا الناس هو كيخ تحكم هو تعينات الحازة المهمة متاع الحاكم هو تعينات بانسي ايه شنوه مالكي مش تعينات ديخلين شن تعينات يعني تعينات كما تشويت بلينيه اما انا بمشواري زملائي يعرفوا نتقلق اكيد وكيما كل الناس تقلقوا تمر فترات به وفترات خايبة وكل لكن يعني مش في برستاتيو فيسبوك تحكي على تعينات اللي هي يعني انا ديريان مو عمل اكسكوز مثلا على الزولة الاخرة خطر نخضر خطر اولوياتي تغيرت الحياة انت دعو ما حبيش تعطيك خلينات نقعة اول انا حبيت تقابل شكون ما قابلكش ما لفرض يقابلك مثلا لا والله لا يعطيني يمين احطيني احطيني شنوه ماذا انا ويكون تقابلنا في الجامعة تقابلنا في دارة التحكيد في دارة التحكيد دارة التحكيد بيش تعبت اولش يقوله اشتعمل غادي في الكونفيرنس فأنت اعطيك خطر انت في الكونفيرنس لكيب ناسيونال وانا هابط من لدارة اي ببا يعني ما عنديش مشكلة مع المدير انا مع لدارة في الحديث وفي المقابلة بصدق يعني موس يعني انا طلبتش تقابل المدير وهو ما قابلني قلت بلكشي مدى ما حبيش تقول لي يعني موش ما حبيش تقول لي مش ما حبيش تقولك ما فميش 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 مشكلة متاع انه ما حبيش يقابلني ولا حبيش اللي شنية عليقتك بعاوز ترابل سيلي عليقة متميزة طيبة رغم اللي قلت لي قبل ما انا سبيتش لا سبيتوا سبيتوا في دي سون برافين و 13 كتب التدوين قلت عاوز موهوش هو صاحب القرار هاي وما يفهم شي في التأسير هيدا سبين هيدا سبين ما يفهم شي في التأسير موهو سبين موهو سبين مانا شنوه سبين عدم المعرفة هو سبين جهد عدم المعرفة هو الجهد لا evolem المعرفة هو عدم دلالي عدم المعرفة هو الجهد دراسة لو تعلم اتطوّر اه ماذا نلطفيهم موسيح انا أدخول للقائمة في سيق معين باي نرزحوا شوية بالوقت العقوبة اللي بعام خذيتها من 2013 إلى 2014، شاعتك بانها مستحقة؟ عقوبة ظالمة 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 لليوم، الغدوة، البعض الغدوة، ما تعرفت له أنا عام 2013، عقوبة ظالمة شنو تبدل بعدها أمين؟ من اللي كنت من مغضوب عليهم؟ وليت ظالم المقربين، شنو أصار في الوقت ذاك؟ يعني أنك تدخل الليستة الدولية، مش أي حكم يدخل الليستة الدولية خاطر في تونس، في تونس، أنت تعرف وأنا نعرف اللي مش أي حكم يدخل القائمة الدولية حتى لو كان يبدأ كل لنا لازم يكون راضين عليهم، بس يدخل القائمة الدولية مسكون اللي كان مصراضي علي ولا راضي علي اللي عقبوك بعام؟ اللي عقبني بعام هو المكتب الزامعي، من ذلك وليه راضين عليك؟ ممكن، تقديرهم أنا ما حكيت معهم، أنا لان، اللي حكيت معهم أنهم غاضبين علي معلما صرحت شيء كانوا اليوم عقبك بعام، ردوا دخلوك اليست الدولية عامك، ما حكيت معهم سمحني، أنا مختصت عقبك، عقب 2013، رزعت 2014 من ماي 2013 إلى 2014 من 13 ماي 2013، رزعت لدوز ماي 2014، يعني انتهت العقوبة ووقتها طلبة مني أني نقدم رسالة اعتذار، أنا ما قدمت لني مقتنى عنه العقوبة ظالمة، أنا ذاك بي، أنت ما أكبرك شي سياسياً الحزب يوسف الشاهد؟ انت ميت الحزب يوسف الشاهد؟ مش كنت في تيوسقية، طحية ونصف وقتها؟ عمرك ما انتميت الحزب يوسف الشاهد؟ عمرك ما انتميت الحزب يوسف الشاهد؟ مش نقول انتمائي سياسي؟ انتمائي جولوزيا السياسية امتاعية، أنا نمنت بالدولة الوطنية التقدمية ما عندكش حزب تنتميله؟ ما انتمي، ولم انتمي لأي حزب وأتحدى أي حزب، يزبت كارت انخيرات بتاعي من بركة اللي؟ ما عليش، ما عليش ليس كافيك ليتيكات هذه أنك تابع حزب يوسف الشاهد؟ عليس على خاطر في لحظة دخولي للقائمة الدولية، وافق الانتخابات الرئيسية، هكوا ليه؟ أنا وطالف من بركة السياسية، أنا معلنة سندت ترسح يوسف الشاهد للانتخابات عام 2019، معطيه مجم، الحاج موسى موسى الحاجة! موسى ديه موعدة كل حاجة بلاسطة، بلحق أني نعلن انتمائي لي آآ أو انخراطي أو مساندتي لترسح يوسف السيد عام 2019... وفي الفترة اذيك نعفو نصل كل العلاقة بين وديع الجارية ويوسف الشاهد. ايه. ينجم يكون عندك توصية جيت جيت من فوق معناها؟ الإزابة كانت في 23 سبتمبر 2021. ما تبدل المشهد السياسي. تبدلس، تبدلس، تبدلس. الإزابة بتاع مسألة الدخولة للقايمة الدولية لتوصية من يوسف الشاهد، والذي عوّل عليها الكثير والكثير لضربي انذاك عبر عديد الصحف، الصحف الإلكترونية، والإستاتيو فيسبوك، وأميني سانب فيه، وعينه يوسف الشاهد، يعني دكتور وديع الجارية، عمره لنكر صديقته بيوسف الشاهد، صحيح والله؟ حتى دير نيرمون، حكى والله؟ هاي صحيح. هاي دونك اللي دخلني عام 2020، علشي نحيني عام 2022؟ ما عات في نفس القوة؟ سكونوا. يوسف الشاهد؟ هم أصحاب، هم أصدقاء. ايه، المصلح، المصلح والأص والصديقة تتبدل بحسب الظروف والتموقع والقوة. العلاقات السخصية عمرها لا تتبدل، وعلاقة الدكتور وديع الجارية بسي يوسف الشاهد لآخر مرة، الدكتور يقول هذك صديقي، هذك أخويا، صحيح والله؟ يسعني تبدل، أنا زع ما تبدلت، أنا اليوم يوسف الشاهد، تسألوه على أمين بركاته، يقولت ما نعرفه. حتى الجامعية تسيست في وقت من الأوقات فهلي، سيست في وقتها فهلي، هبطت وقتها فهلي حتى بيان، موسين دا حاجة من هو هكا، ليوسف الشاهد؟ ليه؟ هذك ليه؟ يعني أنا إنسان نمن بفصل المستمع المدني عند الطوق السياسي، نزي، ندخل زمعية حكام في مسألة كما هذية، مسألة سياسية، أسأل اللي يقولوله، استملت بعض الحكام باش يكونوا في الدعيم يوسف الشاهد؟ أنا أرقى من هذا، أرقى من هذا، أنا أصحابي اللي نجري معاهم في اللونترنمو، ناس مع لطفيل مرايحي، وناس مع قيس السعيد، وناس مع نبي القروي، وناس مع عبد الكريم، ليه كل حزب لا ستة، يعني أنا بس نبني علاقاتي مع زملائي الحكام على أساس انتماء سياسي، ليه فارغ، أما أحنا نحبه نعمل ويتيكات للناس، بس نضربه الناس بهذا الخطاب، هذه الحقيقة، موس معقول لسه، لذلك استمال هنا بس نستعميل، بس نستعميل الناس، كلهم ما يبليه صوت اليوسف الشاهد في ذا كلاب، مو صحيح، معنى ما عنده حتى مو ساهمة يوسف الشاهد في دخولك للناس، ما شكونا الرازل ما عنده حتى داخل، يا ولده جيزيو بلاد خلويد، وقودك أكبر دليل، على أه، أه، سكونا، ما نخرجت سنيع ولا؟ هم، ما شبه ما خلانيه؟ وافح، بيه، مازلنا ملقى باشنا قوي شوية في نستقل الحوار، فاصل قصير وبعض فجعي، معاك، معاك،